أهلاً إخوتي وأخواتي المشاهدين قبل ما أبتدي بالحديث خليني أقرأ بعض الآيات وهي عبارة عن صلاة للرسول بولوس لكنيسة أفسوس الإصحاح الأول بيتكلم يعني في وحي بالروح القدس لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد مراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي لاحظ عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السمويات بيتكلم عن يسوع فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل صلاة عظيمة صلاة رائعة لكن اللي عاوز أركز في أحبائي مكتوب عن يسوع فوق كل رياسة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضاً عاوز بالأول أشجع كل شخص وأقول أنه ما تخافش الكلمة الأخيرة للرب هو اللي بسود على كل شيء لا صغيرة ولا كبيرة بتفوت عينين الرب فإذن الخوف والانزعاج والارتباك والقلق والحيرة اللي هي علامات الأيام الأخيرة يعني عم تنتشر في كل مكان ومعا من نشوف نتائجها في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر